قودة اللبس فيها مشكلة لجنة التخطيط فيها مشكلة والكابتن محمود الخطيب لازم يتدخل لحل هذه المشكلة هستعرض مع حضراتكم تصريحات مرسل كولر مبارح وكمان هستعرض مع حضراتكم قصة رمضان صبحي لكن في البداية ما تنساش افضل حاجة بنبدأ بيها فيديوهاتنا هي الصلاة على الحبيب فاللهم صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفعنا سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام في بداية الامر عايز بس اتكلم على الكابتن خالد بيبو مدير الكورة في النادي الاهلي يعني السنة اللي فاتت ما كناش بنسمع على اي مشاكل داخل النادي الاهلي في وجود الكابتن سيد عبدالحفيش حد يقدر يفسر لي يعني ايه لاعب يتجوز في وسط الموسم حد يقدر يفسرها لي انا طبعا ما بقولش انه يتجوز لا يتجوز براحته خالص وينبسط لكن يتجوز في نهاية الموسم في فترة الاعداد في فترة الراحة مش في يعني مش في زنقة المباريات تروح تتجوز طيب رقم واحد عندنا محمد هاني محمد هاني من يوم ما تجوز حد يشاف محمد هاني حد يشاف محمد هاني مراوان عطيها بقى غير مراوان عطيها هيتجوز يوم الاربع ان شاء الله بعد مباراة براميز مراوان عطيها هيتجوز يوم الاربع اللي انت يبقى يوم الاربع ده انت عندك الخميس والجمعة عندك مباراة طحن مباراة النادي المصري مباراة طحن زي ما بيقولوا قولوا المصري المركز التالت فعندك مباراة جمدة جدا لا تقل اهمية عن مباراة براميز يوم الاربع ومراوان عطيها رايح يتجوز طيب هل النادي الاهلي او مراوان عطيها ما كانش يقدر ان هو يأجل الفرح ده شهر او شهرين لحد ما نعد يعني مع جانة المباريات دي النادي الاهلي لو مقدرس يحافظ على فرق النقاط اللي بينه وبين برامدز الاهلي ممكن يخسر الدور عادي جدا وعلى فكرة عايز بس اقول ل submarines حضراتكم حاجة اللعبة دي كلها بلا اسسنا ولا يفرق معا الاهلي يخسر او يكسب ولا يفرق معا الاهلي يخسر بطوله عشان بس تبقوا عارفين اللعبة دي طول ما هي بتقبط ولا يفرق معا النادي الاهلي عشان بس تبقوا عارفين بس مرسل كولر في الموطمر الصحة وركز في الكلام كويس قوي ولايك وشير وصلى على الحبيب قلبك يطيب لايك للفيديو يا جماعة عشان نوصل للحلقة دي لكل الناس فضلا وليس أمر مارسل كولر في المؤتمر الصحف مبارح قال لك أنا عندي مشكلة إن اللعبة كلها مأموصة اللعب الأساسي عايز يفضل أساسي حتى لو مستوى في الوقت الحالي مش مؤهله اللي هو يبقى أساسي اللعب اللي بينزل عايز يقفل العداد اللي هو وقت المباراة تب اللعب اللي قاعد الاحتياطي مأموص زعلان قال مش بيحبنا قال له يا جماعة دي كرة قدم وانتو 30 لاعب ولا 35 لاعب الطبيعي في أي فرقة في العالم فيه فرقة أساسية وفيه فرقة احتياطية لكن لما المدير الفني يطلع في المؤتمر الصحفي يقولك أنا بحي فريل الألمونيوم الحقيقة على الأداء الكبير يعني والأسلوب الدفاعي البحث والتركيز الكبير في الأسلوب الدفاعي ليهم عملوا مباراة كبيرة الحقيقة قدام النادي الأهلي الحقيقة يعني الألمونيوم البارح كان هتحرج النادي الأهلي يعني بطريقة غبية ومارسل كولر قال كده قال لك أنا بحي الفرقة دي عملت جيم دفاعي منتظم قال لك في الشوط الأول لن احنا ما عملناش حاجة في الشوط التاني حاولنا نوصل وجات لنا ضربة جزاء وسامة بعولي ضيحها كل ده في مشكلة ما برضو مارسل كولر لما تعمل روتيشان يا عم كولر ما تعملش روتيشان في تسع لعيبة اللعيبة دي كلها ما لعبتش مع بعضها يعني لما تعمل روتيشان اعمل روتيشان في عنصر او اتنين او تلاتة لكن تعمل روتيشان في تسع لعيبة يعني لعب واحد اللي كان أساسي لاعب واحد هو اللي كان أساسي وخطت كله اللي كان اللي احتياطي مشكلة كبيرة جدا النادي الاهلي بيعاني منها وقضت اللبس ما عادش فيها سيطرة اللعب دلوقتي تيجي تغيره ويلوي بوزه تيجي يععده احتياطي يقول لك ازاي نععد احتياطي وطبعا حاجات غريبة جدا لازم مجلس ادارة النادي الاهلي يكون ليه تدخل في الموضوع ده وانا شايف والله العظيم حقيقي يعني مش تقليل من قيمة الكابتن خالد بيبو انا شايف ان في الوقت ده عودة الكابتن سيد عبدالحفيز حتمية لان انت داخل على فترة قوية وصعبة فانت عايز سيطرة على غرفة اللبس يعني انا الكابتن خالد بيبو انا مسمحتش على لعب توقع علي عقوبات كابتن سيد عبدالحفيز الله اكبر كان عامل زي القطر اللي بيرمج بس بيتوقع عليه عقوبة رخر كله كان ماشي في النمط كله كان ماشي على السطر ما بينزلش برة الخط فانا من وجهة نظري عودة الكابتن سيد عبدالحفيز في الوقت الحالي عودة حتمية جدا ولازم يرجع لازم الكابتن سيد عبدالحفيز يرجع وبقول كفاية كفاية على الكابتن خالد بيبو كده طيب الكابتن كرام الشاحات حمى الكابتن رمضان صبحي تمام انفعل في برنامج اللعيب مع الأستاذ مهيب عبدالهادي قالك أنا مش هسمح لأي نادي ولا لأي إعلامي إن هو يجيب النادي الأهلي في جملة مفيدة في المؤمر اللي حصلت ضد رمضان صبحي قالك الأهلي كبير على الحاجات دي الأهلي عمره ما يعمل كده قالك لا يصح في قضية مثل ذلك الأهلي أكبر من ذلك بكثير ولا يحتاج أن يتدخل في مثل هذه القضايا طبعا كل الإعلام طلع قالك منهم إعلام زمالكو كبير جدا قالك إن النادي الأهلي تدخل في قصة رمضان صبحي عشر رمضان صبحي ما يلعبش مباراة برمض يا راجل يا راجل هو الأهلي بخاف من حد يعني تفكير عقيم جدا تفكير عقيم من إعلام عقيم قالك إذا كان المسؤولين في النادي الأهلي غاضبون من رمضان صبحي بسبب رحيله عن النادي هذا ليس معناه إنهم يحطموه معنويا أو يقوموا بإيزاؤه في أكل عيشه ده مين رمضان ده كابتن إكرام الشحات اللي هو حمى رمضان صبح اللي هو المفروض أول حد يخاف على رمضان صبح وأول حد يطلع يهاجم أي حد يجي على رمضان صبح بيقولك الأهلي ليس طرف في القضية بيقولك الأهلي ليس طرف فلازم أي إعلامي تحرط دقة تحرط دقة بالله عليك لأن الأمور مش نقصة الأمور مش نقصة بجد طيب إكرام الشحات بيقولك الإعلاميين الذين خاضوا في عرض رمضان صبحي سواء عن قناعة أو معلومة وصلت له بالخطأ أتمنى منهم أن يكون لديهم الشجاعة ويخرجوا ويعتذروا لرمضان صبحي طب مين هما مين هما الإعلاميين دول أنا مش هذكر أسماء لأنه كلكم يعني كلكم عارفنا كلكم عارفنا إكرام الشحات بيقولك أن الشهرين اللي فاتوا الرمضان صبحوا مروا علينا أسوأ شهرين في حياتنا على أسرة رمضان هو وزوجته وكمان أنا وزوجتي وشريف وبيته ووالدته وأشقائه عشنا أسوأ شهرين في حياتنا رمضان كان يغتال معنويا من سيعوده عن قصة الإيقاف اتحرم من المنتخب وخسر ماديا واتحرم أنه كان ممكن أن يكون متواجد في الأولمبيات مع المنتخب الأولمبي يعني حاجات غريبة جدا حصلت لرمضان صبح طيب السؤال إن هل النادي الأهلي ليه طرف أو ليه يد في هذه القضية قولا واحدا الأهلي ليس طرفا في هذه القضية وعمر النادي الأهلي بأخلاء النادي الأهلي بمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكتنم محمود الخطيب إن هم هتدخلهم في هذه القضايا يعني الغبية الغريبة يعني كل واحد النهار ده عايز يركب التريند يجيب سيرة النادي الأهلي ضحرمه يا ما ينفعش ما ينفعش خالص على الإطلاق طبعا طيب كمان فريق بيرامدز قصة التذاكر وكده بيرامدز حاليا بيهدد بالانسحاب من مباراة الأهلي القادمة الأهلي طالب حكام أجانب وبرامدز طالب حكام مصريين تخيلوا الأهلي طلب من إدارة بيرامدز إن هو يتحمل قيمة استدعاء حكام أجانب وبرامدز رافي مهي المباراة مباراة بيرامدز باعة بيرانز بقوله أنا عايز حكام مصريين يحكموا للمباراة الأهلي عنده اعتراض ما عندهش أي اعتراض بشكرك يا صديقي إن انت استكملت معايا الحلقة للنهاية وقل لنا من وجهة نظرك هل عودة سيد عبدالحفيز مهمة في الوقت الحالي ولا لا وهل الأهلي طرف في قضية رمضان صبحي ولا لا مستنى رأيكم في التعليقات استنونا في فيديو قادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته